صرح المتحدث الأعلامي لشرطة منطقة القصيم بأن الإشارة إلى الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر من خلالها ويظهر من خلاله مواطن يقوم بمخالفة الإجراءات الوقائية والاحترازية الموصابها للسيطرة على فيروس كورونا المستجد إثر إغلاق المحلات الحلاقة الرجالية وإحضار حلاق لمحل إقامته وتوثيق ذلك ونشره في وسائل التواصل الاجتماعي فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن ضبطه وهو مواطن في العقد الرابع من العمر حيث جرى إقافه واتخاذ الإجراءات اللازمة لأحالته للنيابة العامة لتطبيق العقوبة النظامية بحقه